فقلتلي بقى انك انت قابلت صحابك فنانين من شمال افريقيا وسمعتوهم المزيكة وقالك بس دي حلوة انت كده خدت ختمة جودة الحمد لله رب العالمين فاضل بقى المواجهة الجماهيرية ناوي ولا ايه؟ والله اتمنى طبعا كل الامتنان من الله سبحانه وتعالى انا فعليا اغنى في شمال افريقيا بحيث ان احنا يعني كل اللي بيخش عندنا حتى بيشوف مصريين بيقدر انها بيسمون احنا المشارق فصعب علينا احنا كدول المشارق اللي احنا نغني لغنى بتاعهم لان هم لكنة صعبة جدا ببال ليهم اه وليهم كمان الامازيغية فيه هنا فيه امازيغي وفيه لكنات فيه كلمات بش لكنات كلمات متغيرة تماما فانت دي صعب على المشارق فاللي انت بتجيد تغني وتجيد تغني بالكلمات وباللكنة وبالتكنيك وبالكاميوزيك طبعا وكامغني فأنتوا بتعملوا حاجة يعني الحمد لله رب العالمين محدش بيصدق حتى الجامعين هنا بيقولنا جزائريين ما بيصدقوش كتير يعني أنا والله التمنين مصري منين طب مغربي لا والله طب ولا تنسي لا والله ولا حاجة لا في حالة انبهار الحمد لله رب العالمين وانا فخور بدا ان انا مصري بستطيع ان انا يعني بخش داخل هذا العالم تعرف الحلوة فين اولا اي شعب في الدنيا لما بيبقى عنده موسيقى مرتبطة بيه هو وبتكوين ويعني بيبقى عنده حالة غيرة عليها انت وسلا تخيل انه حد من اخواتنا في تونس هيغني نوبي فاحنا هنزاله بيغني نوبي ليه حقيق ده بتاعنا فلما تغني بقى انت راي فهنا بقى هتلاقي اخوانا في الجزائر وفي المغرب مصري وبيغني راي لا تعالى نسمع ونقيس ولا اعمى معز حقيق حقيق اوزنوه بيحصل بيحصل وبيبقى الحكم شديد لانه كله بيبقى قاعد يعني عارف بالتعبير الدلق كله بيبقى قاعد جازز صحيح عايزين نسمع ما نشوف صحيح لذلك انا والله يعني طبعا الفرقة دي هم يعني اخوات اخوات طبعا هم شطار جدا وبيذكروا تفاصيل 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 يعني بيش 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 حاجة بيذكروا تفاصيل التفاصيل وبيطلعوها بشكل منطل حب وانا بقعد اذاكر الغنى هنا جديدة علي بقعد اذاكرها بشكل يعني لا حد يتخيله وبسمعها كذا مرة وبقطع الكلمات ذات نفسها وابتدي اسأل اصدقائي لو فيه كلمة انا بش يعني صعب علي بس الحمد لله ما بيحصل كده يعني والحمد لله انطلع تفاصيل جدا جدا حتى في النط بتاع الكلام علشان اللي قاعد يستمع بيبقى مصدق ده جدا الحمد لله لدرجة ان احنا الحمد لله من دن ما احنا الحمد لله نلعب الموسيقى بشكل رائع حد جزائرية هي رياوية يعني عشاق الراي لحسلي اه يعني فانا طبعا اه فهي كأن الحمد لله ان حد يقولك تغني لغني ديت وانت وصلت الحتك ويسا عملنا لها في الاسبوع احنا عملنا اغنية انت سبابي ونزلناها لها والحمد لله رب العالمين يعني وعجبت اه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طب بصوا انا هسأل كل واحد اول اغنية ازا يفتكر اول اغنية ريسة معها ومحدش يقولي ديدي عشان احنا كلنا في مصر اول حاجة اسمعناها ديدي شاب خالد كلنا فانت تفتكر اول اغنية غير ديدي والله العظيم كل صدق كان في هي ديدي لاني سباب واحد انا والدي كان صارم جدا وشديد جدا نم الساعة سبعة وبتاع وك حالما الدعشة للمدرسة كان فيه قناة تيجي على مطاقة تيبي سانكي بتجيب كده حاجات كده بالليل فانا نزلت والله كنت نايم انا نزلت على صوت الاقاع بتاع الاغنية دي وانزلت بقى وتخطيت كل الحدود وكل البروتوكلاب بتاعت والدي وهو كبير وقعد يسمع فلما شافني كده بصيلي كده فاللي هو ما قدرش تتكلم في لغو الحالة اه سمعت بقيت في حالة غير طبعية قال لي خلاص وطلعه قال لي طلعناها انا كد اكد اكون ما نمتش اه والله العظيم وكد اكون ما نمتش لغات موحة اللغة سقيت كله بتكلم على الاغنية وبدأت يعني من هنا بقى الضيب بالنسبة لها انت كنت صغير كان عندك 10-11 اه في الحدود دي اه مزبوط اه 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 فهي بدايتها كان اغنية دي وبعد كده الالبوم بقى كل هو يعني كان بالنسبة لها عشق وخلاص